بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اشتركوا في القيام والصيام وصالح الاعمال سمحوا لي وخاجت شوية معطلا غبت عليكم دروف صحية هاتشي علاش فكانت تمنى كلكم يارب تكونوا على خير وبخير اليوم جبت لكم الوصفة ديال العجين ديال الميني بيتا اللي كانت اتتولي واحد سيدة خدمة في بيتيريا اللي يجازيها بخير وكذلك غنشارك معاكم ولو شفاويا سلسة البيتزا السلسة الطماطم ديال البيتزا اللي خديتها من واحد شف جزاه الله كل الخير وغن نحاول نعطيكم نقترح عليكم ربعات الحشوات ونعطيكم اهم اهم يعني النصائح باش ننجح معاكم فابقوا معايا الاخير باش نتعرفوا على المقادير وطريقة تحضير هاد البيتزا ناجحة بإذن الله بسم الله أخواتي هنا اغادي ندوزول المقادير اول حاجة عندي هنا ميتين جرام ديال الفينو او الدقيق الأصفر ماشي سميدة الفينو يعني الدقيق الأصفر ناعم ماشي سميدة ديال البغرير والحرشة عندي هنا ستمية جرام ديال الفورس او الدقيق الأبيض كيف كتشوفو عندي الماء دافئ باش نعجنو والكمية كتبقى على حسب الخريط كيف ستشوفو ان شاء الله في الفيديو بيضة كاملة نصف كاس ديال الزيت العود وممكن تعودوه بالزيت نباتية عندي هنا الحبق ناشف او جاف او الباسيليك معلقة كبيرة ديال الموتارد او الموسترد اللي ما بغاهاش ميدير هاش ولكن كتعطي واحد طعم زوين في العجين ديال البيتزا معلقة صغيرة ديال السكر حبيبات او سندة خمارة من فئة ثمانية جرام او باكين بودر من فئة ثمانية جرام وهنا عندي الملح حسب الضوق واحد المعلقة صغيرة وممكن اكثر وممكن اقل على حسب الضوق ديالكم عندي هنا الخميرة حبيبات او الخميرة ديال الخبز على حسب الجو وعندي كذلك بودرة ثوم ووزعتر المحكوك هدول التنسيم كيبقى اختياريين كذلك اللي بغى تضيف الجوج معالقة ديال نيدو او الحليب المجفف تضيفه كيبقى اختياري هو دوك المنسمات او دوك الاعشاب كتبقى اختيارية وما نبلغوش في الاعشاب باش مجيناش حرة او مرة بسم الله خديت العجنة ديالي هنا حطيت في البول الدقيق بنوعي يعني الدقيق الابياد والفينو درت الخميرة حبيبات افق منها السكر وكذلك ضفت باكين بودر او الخميرة ديال الحلوة وعلى جنب حطيت الملح ما كان حطوهش فوق السكر والخميرة حيث ما كيخليش الخميرة ديال اللي غجين تتفاعل لنا ضفت كذلك الزعتر محكوك وبدرة الثوم القليل جدا رشيط القليل جدا من الحبق او البازيليك هنا اخواتي نضيف معلقة كبيرة ديال الموتارد او الموسترد وكذلك ضفت ديك البيضة ونضيف زيت العود اللي ممكن تعودوه بزيت نباتية وكذلكم اللي عندها النيدو او الحليب مجفف نضيف جوج معلقة كيبقى اختياري ماشي شارد سافي اخواتي شغلت الحجانة ديالي وكان نضيف المدافي شوية بشوية ما نضيفوهش في دقة واحدة باش ما يجريش لنا العجين ونضطروا بقى نزيدوه في الدقيق لا هاد المقادير مزيانة يعني غيت تعجن مزيان ويتدلك ممكن تديرو هاد العملية بليد شوفوا البنات القوام ديال العجين شوفوه مزيان راهر طبقه مرقوف ولكن ما كينسقش في اليدين سافي اخواتي هنا نزلت العجين على طاولة العمل غان ديه ونجيبو شوية غير باش يعني غير باش نجمعوه وغان ديروه في واحد الإناء اللي مدهون بالزيت وكذلك غان دهن وجه العجين تهوه بالزيت باش ما يتسقش ليه ونخليه يخمر مزيان 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 قد دمه خمر كيكون احسن هنا اخواتي بعد ماء خمراتي العجينة ديالي هاتو ما كيف كتشوفوا الضعف عفو الحجم ديالها غدي نزلها فوق طاولة العمل ونحاول هكا مهم نجمعها وفي نفس الوقت كان خوي منها ديكل الهواء ديكل الغازات يعني اللي فيها الداخل هنا قنقسم العجين ديالي نصفين متساويين حيث عندي طاولة العمل يعني شوية صغيرة باش نقدر نتحكم فيها ونخدم على راحتي غدي نشكلهم كورات نحاول نجمعهم زيان ونشكلهم كورات كيف كتشوفوا في الويديو وغن نغطيهم بواحد البلاستيك ونخليهم يرتاحوا غير اخواتي هنا اخديت اول كورة رشيت طاولة العمل بالفينو واخواتي ماشي بالفينو ممكن تتعملوا كذلك سميدة رقيقة ولكن الفينو يكون احسن ونحاول نطلق بدلاك ركزوا معي مزيان في هالطريقة البنات نطلق شوية ونقلب العجين يعني ما نخليه على وجهه ونقلب ونرش الفينو من التحت وكذلك على من الفوق ونطلق شوية ونطلق شوية ونطلق شوية ونطلق شوية ونقلب هاد العملية كتعاوني ان العجين ديالي فاش كنقطعوه بعدها فاش كنطلقوه وحاجة تانية انني فاش كنقطع العجين ديالي كيبقى لفورم ديالي وديك الدائرة هي هي يعني غالبا عجين البيتزا كتلقوها عواجد شوية في الفران ولا فاش كتازوها ولا غي تبعوها الطريقة وبناتو هاد المراحل وهاد المقادير وغاتنشح معاكم بإذن الله جيكم عجينة اللي هي ممتازة ان شاء الله الرحمن الرحيم يارب شوية الدائرة نقلق اراجش ونقلب العجين ديالي نطلق بتدليق كل مرة كنتاكد ان العجين ما تسقلش في الطاولة كانت تمر هكذا هكذا البنات كتبغي تكون ارقيقة شوية واللي عجبها البيتزا جيغلا يعني ديك اللي بابة فتغلضها ماشي مشكيلا ثلاثة ثلاثة أو أربعة دقائق يجب أن نقطع مدى فورماش لها شوفوا البنات معي هنا القطعة تختاروا الحجم اللي بغيتوا والشكل اللي بغيتوا انتوما قنقطع الدوائر والقطعة قنحطها يعني كل مراجم بالدائرة الأخرى باش ميضاعليش العجين بزاف وهنا أخواتير أنا نسيت خسني مني نطلق العجين أول حاجة نديرها هي نتقبو أنا نسيت ولكن مشي مشكل داركة الموقف في الوقت المناسب بحكم أنني ما عنديش ديك الآلة الصغيرة اللي كي يتقبو بها العجين أنا هاد الموشت عندي مخصص صغير للبيتزا جديد يعني ومخلني مخصص صغير باش نطلق بالبيتزا ماشي ضروري يكون عندنا كل شي الآلات يعني نضيبانيو بالبادير علش لا انتقبو مزيان مزيان ديك العجين باش مينتافخش ونكمل تقطع ديالي شوال البنات راه فشكة نضغط مكن كحش ديك السيركل اللي من ولا يصر يعني كنزحز حو هكذا ولا كنضور ولا كنضغط مزيان صافي ما نحرك شوال ديك التحرك هو لي كي عوج لنا العجين صافي أخواتي هنا بعد مما قطعت كنجمع ديك الفائد أو ديك العجين اللي شايت في الجناب وفي الوسط نجمعوه مزيان ونديرو في واحد الكيس بلاستيكي ونحتفظ به جانبا حتى نكمل الكورة اللولة والتانية ونرجع نخدم بهم إن شاء الله رحمه راحين هنتم أخواتي هنا قطعت قاعد دوائر ديالي يعني ديال الكورة اللولة شوفوا البنات شوفوا السمك دياله راه مغليج وكنهزهم بسهولة نستفهم في واحد الطاوة اللي كدخل فران اللي انفرش لها لورقة الطبخ شوفوا البنات كيف كان حطهم كيبقا وكي تزو بسهولة حيث العجين باش كنت كان نطلق كنقلب ونعاود وهذا السر من أسرار نجاح ديال هاد العجين وما يقول لي ما كيخليش يعني يتعوج لنا يعني كيف ما هزينا قطعناها بالقطعة كتبقى هي هي هنا أخواتي كيف كتشوفوا دخلت الطاوة ديالي اللولة الفران كان مسخن مزيان 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 قبل ما ندخل الطاوة وحطيتها على ميتين درجة حطيتها في الوسط العافية من الفوق ومن تحت غندخلها فقط ما بين 4-5 دقايق ما بغيتهاش تحمر ولا غير غا تنشف غير غا تنشف أخواتي مددوش كتر من هاد المدة غين نشفوها وخرجوها هنا كيف كتشوفوا قطعت بالقطعة اللي مسنة شدك شكيل مسننته هو كيجي مسيوان ستبتهم تقاربين مع بعضهم ره ما كيلسقوش ودخلتهم بنفس الطريقة يعني غير ينشفو غا نخرجوهم هانتوما البنات بعد ما خرجوهم من الفران ره باقي عجين يعني ولكن تماسك غير نشفو غير تشمعو وخرجت الطاوات من الفران من غير إلك تباغينهم طيبوهم ديك ساعة فاش تقطعو العجين ديك ساعة دهنو لاصوس وديرو الحشو ودخلوهم يطيبو من روحدة يعني يتحمروا ولكن إلا غا تديروهم في الكونجيلاتور تحتفظو بيهم إلا غير يتشمعوا 1-4-5 دقايق ما تزيدوش صافي تشوفوه تماسك تخرجوهم من الفران ما تخليوهم شي تحمروا كيف كتشوفوها كنتمنى الفيديو يكون واضح واسمحوا لي لطولت عليكم البنات كان بغير الوصفة توصلكم ناجحة كيف كنت ديرها أنا بعد ما خليت ذوك ذوك الأقراص ديال العجين يبردو مزيان بعد ما خرجتهم الفون بردو مزيان يعني هذا بديت كنجمعهم هنا في بلاستيكات خاصة ديال المجمد الكيمية انتم اللي بغيتو كان مهم كنجمع في بلاستيك أنا هادو بلاستيكات عندي كبار مش مشكل درت غير جوج بلاستيكات وهاد المقادير اللي اعطيتكم الله أعلم خرجوا لي 73 حبة على ما قادون هكا إلا ما كنتش نسيت 73 حبة فاقسمتهم المهم على جوج ديال الأكياس هكا ودوك الأكياس خرجت منهم لهوا وغنحطهم في الكونجيلاتور الوقت اللي نحتاجهم هانا غنشارك معكم أخاوتي الطريقة الوقت اللي غنحتاجهم وغنجبدهم وتشوفو ان شاء الله كيف غنخدمهم اللي بنات وانتوما كتشاهدوا الفيديو ما تنسونيش من لايك وتعليق واللي أول مرة كيشوف القناة شتارك معانا مرحبا بك معانا وفعل زير الجرس باش يوصلك كل جديد هانا أخوتي بغيت نشارك معاكم الطريقة ديال يعني درتهم في الكونجيلاتور الوقت اللي حتاجتهم جبتهم واحد ربع ساعة أو نص ساعة قبل ديكونجلوا شوية ترخفوا شوية وكان حط فوق منهم أنا هنا درت لسوستومات جاهزة ولكن كيف قلت لكم في اللوود الفيديو اللي بغت لسوستومات ديال البيتزا وديال المعجنات غنعطيكم طريقة ناجحة اخذتها من واحد الشاف جزاهر الله كل الخير اغا تاخدوا الخلاط الكهربائي ديال العاصير ديروا أربعة الحبات ديال الطماطم مقشرة تكون مقشرة بلا ما تقطعوها خليوا هكا كورة مكمولة وما تحيدوا لها لازالي على والو هكا كردك الحبات واترميوهم في الخلاط اديدوا عليهم نص حباء ديال البصلة جوج دروس ديال توم مكمولين يعني هكاك تقشروهم وترميهم هكاك جوج معالق ديال الطماطم ديال الحك شوية زعتر مع القط حميرة واحد جوج معالق ديال زيت العود مليحة وليبزار سافي وتخدموا الخلاط مضيفوا حتى الشيقتر ديال الماء يعني غط تطحن غيف ديال طماطم را هي كتلق الماء غط تطحنوه مزيان 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 هاد الخالد وتخويوه في واحد الكاسرونة او طنجرة صغيرة وتخليوه يغلي واحد العشر ديال دقايق سافيك يكون يعني غير باش يفقد ديك المال اللي اللي كايين في طماطم قد صبح جاهزة الاستعمال جميع المعجنات والبيتزا او اي حاجة اللي كتستعملوا فيها لسوستومات نرجعو اخواتي هنا اه بعدما دهنت البيتزات ديالي بلاسوستومات دابا كنحاول ندير عليهم طون انا كتتحمقني البيتزا بالطون صراحة واللي ما بغاش الطون ممكن يدير الجاج او الكفتاء او فقط الخضروات اه بالنسبة لطريقة ديال الكفتاء اخواتي اعتقدوا كمية من الكفتاء مع شوية الملح و شوية اللي بزار وتشحرهمهم في القليل جدا من الزيت سافي وديروها بلاست هكا بلاست الطون و ممكن تضيفوا فلافيل ملونة مابلا ما تشحروا هدوك الفلافيل قطع صغير وورا بالحق و قطع ديال زيتون محكوك عفوا مقطع دوائر و الفروماج محكوك هذه الحشوة ديال الكفتاء بالنسبة للحشوة ديال الخضر ممكن ديرو غيل فلافيل ملونة مقطع قطع صغير وورا الزيتون مقطعته هو والجبن ودروري نفس الطريقة كتدهنوا العصوص و اعتقدوا هدو الحشوات هنا اخواتي كيف كتشوفوا كنضيف الجبن و اهم جبن اللي زوين بزاف الميني بيتزا بصفة عامة او اللي غاتا هو الموزاريلا باش كيعتديك التعليكة انا ضفتليه شوية ديال الجبن الاحمر محكوك وبالنسبة للحشوة ديال الطون هي هدي اللي كان شارك معاكم انا كتبقى المفضلة عندي او محبوبة للجماهير كان دهلا سوستومات شوية الطون درت الجبن ووزين تبز زيتون اسود كيعطي ديال الدكور مزيون فيها ممكن ضيفوا الفلافيل والزيتون اخضر اللي حبيتوا انتوما البصلة اللي عجبكم انتوما هنا كان حاول نزين بقطع ديال الزيتون الاسود كيعطيها هديك المناغر مزيون واللي بغى اخواتي الحشوة الرابعة اللي ما اذكرت هاش لكم ديال الدجاج غد تاخدو صدر ديال الجاج قطع قطع صغورة تشحروه مع المليحة ويبزار وشوية القليل فقط ديال الزعتب وتخلي وهي تشحر صافي وكتعمرو بها تهيك الدهن والسوستومات وتحطو قطع ديال الدجاج وتضيفو كذلك الفلافل الملونة بلا ما تشحروها وشوية ديال الزيتون خضر والفرماج يعني هنا اقترحت عليكم ربعة ديال الحشوة البنات اه يعني كانت منى يكونوا واضحين واي تساؤل الف مرحبا بكم وكيبقى اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال ميني بيتزا ديالي اه اللي وجدتهم الفطور كانت منى ينالوا اعجابكم ينالوا استحسنكم ما تبخلوش عليهم لايك وتعليقات طيبة والجميلة ديالكم اللي كتحمسني اكتر واللي اول مرة كيشوف القناة كنقول لهم رحبا بك معنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد و الى هنا كنقول لكم تقبل الله سيامكم وبصحة فطوركم و الى فيديو اخر ان شاء الله وشكرا مزف زف زف على التشجيع ديالكم و الى خطيكم و الى وصفة اخرى ان شاء الله في رعاية الله